إذن بالتزامن مع تمديد هذه الهدنة في غزة إلى يومين إضافيين إلا أن التطورات ولم تهدأ في الضفة الغربية في مناطق متفرقة وأبدأ معك من الخبر العاجر الذي ورد قبل قليل عن اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباص شمالي الضفة الغربية لو تطلعين على آخر المستجدات الميدانية بالفعل هذه الهدنة لا تنسحب على الضفة الغربية ورأينا كيف في أيام الهدنة زادت قوات الاحتلال الإسرائيلي من حملاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية من بينها حملات الاعتقال وأيضا الاقتحامات المستمرة لمدن وقرى وبلدات الضفة الغربية آخر هذه الاقتحامات والتي بدأ قبل قليل هذا الاقتحام بدأ قبل لحظات فقط هو اقتحام لطوباص اقتحام معزز بالأليات العسكرية الإسرائيلية التي اقتحمت المدينة التي تقع شمال الضفة الغربية قبل لحظات من الآن أيضا كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت دير عمار في رمالة وقامت بتفجير منزل لشهيد فلسطيني بتهمة تنفيذه عملية بيت سيرة قامت أيضا بالاشتباك مع الفلسطينيين في البلدة في القرية وقامت بإصابة فلسطينيين خلال هذه المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا في كفرعين في رمالة شهيد فلسطيني جراء اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي للقرية وأيضا في بيتونيا غرب رمالة والتي يقع فيها سجن عوفر حيث يذهب الفلسطينيون لاستقبال الأسرة والأسيرات المحررين والمحررات من سجون الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال تستهدفهم بالنيران الحية والغاز السام المسيل للدموع آخر هذه الاستهدافات فجر هذا اليوم أدى إلى استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية ليست المرة الأولى منذ أن تم الاتفاق على صفقة تبادل الأسرة والفلسطينيون الذين يذهبون إلى منطقة بيتونيا في محيط سجن عوفر يتعرضون للاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالغاز السام بالنيران الحية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط على سبيل المثال أمس كان هناك سبع إصابات بالرصاص الحي وأربعة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات من الإصابات بالغاز السام المسيلي للدموع أيضا حملة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين مستمرة فجر هذا اليوم قوات خاصة من الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حوارة في نابلس وقامت باعتقال أسير محرر من حوارة هذه الحملات مستمرة ومنذ التهدئة خلال أربعة أيام قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال أكثر من 250 فلسطيني فقط خلال هذه الأيام الأربعة منذ السابع من أكتوبر الماضي أكثر من 2300 فلسطيني تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تزج بهم في سجون الاحتلال في أوضاع مزرية للغاية كما يقول فلسطينيون يتعرضون لصنوف التعذيب والتنكيل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا التعذيب ليس فقط داخل السجون ولكن أيضا خارج السجون عندما تم إطلاق صراح عدد من الفلسطينيين ضمن صفقة تبادل الأسرى وليس في الدفعة الأخيرة فقط في الدفعة الرابعة ولكن في السابقة أيضا تعرض الأسرى الفلسطينيون للتعذيب والضرب وهؤلاء هم أطفال تعرضوا للتعذيب والضرب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس كان أحد الأسرى الأطفال يعاني من كسر في يده أيضا في الدفعة الثانية إذا ما أذكر أو الدفعة الثالثة كان هناك أيضا طفل فلسطيني يعاني من كسر في يده بسبب الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى إطلاق صراحيا من سجون الاحتلال أيضا يعاني الأسرى المحررون من سوء التغذية من سوء المعاملة ورأينا كيف تم نقل أكثر من واحد منهم ومن الأسيرات أيضا إلى المستشفيات لتلقي العلاج بسبب الرعاية الطبية المحرومة الممنوعة على الأسرى والأسيرات الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي إذن الاعتداءات الإسرائيلية كما يقول الفلسطينيون متكررة مستمرة من الاقتحامات لمدن وقرى وبلدات ومخيمات الضفة الغربية محاولات أيضا لتدمير البنية التحتية باستمرار في المخيمات الفلسطينية أو أيضا الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة وبشكل متزايد منذ السابع من أكتوبر الماضي وتكثفت أكثر حتى خلال الهدنة بين إسرائيل وحمد